بسم الأب والإبن والروح والقدس الإله الواحد أمين في موضوع لأجلهم هو إحنا عوزين نوصل إيه للناس نوصل حب ونوصل رحمة نشفي نوصل أكل ونوصل شرب بس لو في الآخر عملت ده كله واللي انت خدمته ده هلك إيه يعني إيه قيمة اللي انت عملته عارفين لما دكتور يقول لك العلاج كان مظبوط بس المريض مات طب واحنا استفدنا إن العلاج مظبوط ساعات إحنا في الخدمة يستغرقنا الخدمات الأرضية عوزة ريح الناس كويس ريح الناس ريح الزبون بس حاسب المهم إنه يدخل السماء لأن في الأول وفي الآخر لما مش وراء المسيح تاني يوم الخمس خبزات عاوزين يأكلوا اللي هم مفيش أكل تاني ليه؟ أنا مش عاوز أكلمكم عن الأكل أنا عاوز أكلمكم عن السماء أعمالوا لا للطعام البائد بل للطعام الباخي أنا جاية أديكم السماء مش جاية أديكم إيه؟ أكل وشرب الشيطان دايما يحاول يسحب كل مجهودنا في الخدمة إن إحنا نشتغل لحساب الأرضيات بالذات خدمات المحبة والرحمة زيكم ودي حيلة مشهورة إن إحنا طاقتنا كلها تروح في علاج الناس توعية الناس من الأمراض اللبس والأكل والعيد أوكي الرحمة حلوة بس حاسب لو الناس دول ما عرفوش الخلاص يبقى أنت خدمتهم بس الحقيقة وطبعا ربنا هيكفأك عن تعبك بس ربنا هيبصي لك ويقول لك ما دتهمش ليه الحياة الأبدية اللي أنا دتها لك أنت دتهم ليه حاجات أقل كتير فرقة إيه كم سنة اللي عاشوا أنا منساش عندنا خدم رائع ربنا يحميه عنه من أمناء الخدمة جالي مرة منزعج جدا وقال لي عندي واحد فبو زعبل بخدمه جريت بيه عن مستشفيات وكت بصرف على بيته كويس لأنه ظروفه صعبة أو بس مات قلت له طب ربنا يعزيك قال لي لا أنا مش عارف هو جاهز للسماء ولا لا لأني مركزتش معه ده أنا كنت مركز قوي في العلاج وفي النعيال ويدخلوا مدارس بس أنا مركزتش بنفس الدرقة مكنتش متوقع أنه هيمشي بسرعة فنقل بيواجعني لأني أنا كده خادم فاشل قلت له لا مش فاشل ربنا بيكمل خدمتنا بس كويس أنك نبهتني لأنه لازم نقول له بعض احنا أهم خدمة هي خدمة الخلاص بصوا للآية دي كلمة لأجلهم استخدمها بوليس هنا مرتين في آخر رسالة وعلى فكرة كلما لوحد ينضج روحيا كلما معنى لأجلهم ده بيلح عليه لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجلهم لأجل المختارين ليه بقى؟ لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع ومن هنا لازم كخدام لبقى عارفين هو إحنا الخلاص ده فيه معنانا فيه مفهومنا المسيحي هو إيه بالزبط؟ تدي له إيه يخلص به؟ لأنه برضو هنا فيه اختلاف شوية بين الطواف في المفهوم ده فهنقول ببساطة إيه المفهوم المسيحي القديم أو التقليدي أو الأرثوذكسي ليحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدا عشان بها كأنها محطات عشان توصل الخلاص لإنسان لازم تحكي الحكاية من الأول أو لازم يراجع هو ليه؟ أنت موجود في الدنيا ليه؟ أنت أصلك إيه؟ مريح فين؟ دول أخطر سؤالين في الفلسفة وفي الحياة المسيحية أنت جيت ليه؟ أنت مين؟ أنت كإنسان يعني إيه إنسان؟ فأول محطة لازم تتقال في أي شرح للخلاص هو الخلق وخلي بلكم مع كل محطة هقول مسيحية بتقول إيه؟ والعالم النهاردة بيقول عكسه أو الشيطان كداب أبو كداب بيقول إيه؟ والناس مشى أورا الشيطان أكتر محطة الأولى بتقول إيه؟ خلق الله الإنسان الآية البسيطة دي أصبحت من أكتر الآيات المهاجمة في العالم لأنه أغلب الناس دلوقتي بتقول لك there is no God طب والإنسان طلع طلع يعني إيه طلع إيه؟ طلع حتى يعني عقلين في الأول تحس أنت مقتنع باللي بتقوله تفاجأ أن كله مقتنع باللي بيقوله لك إحنا عندنا حقيقة ما ينفعش نتنازل عنها أن هناك الله الله موجود أول حقيقة يتبعها فكرة أن الله أوجد الخليقة وخلق الإنسان أصل الوجود به كان كل شيء وبعدين في نفس الحقيقة دي الإنسان مش حيوان لأنه الوحيد اللي مخلوق على صورة الله ومثاله عشان كده لما بقعد مع شباب كتير من الإفوليوشنست اللي هما مشجعي الإفوليوشن أقول لهم بصوا قولوا زي ما تقولوا وخلي العلم يطبخ ويقول زي ما هو عاوز أنا عندي قضيتين مش هتنازل عنهم كمسيحي بعد كده نتفاهم عندي أنا أمناط anti-evolution لا لأنه دلوقتي صعب أنك تقول كده لكن ما ينفعش أنك تقولي الévolution قال إن ما فيش ربنا لا ما فيش science ألكد ولا تقولي إن الإنسان هو نبات أو حيوان متقدم ما فيش science ألكد دي نظري وضد إيماني أنا عندي إيمان يعني فيه ربنا وخلقني وأنا مخلوق مميز مش حيوان أنا الوحيد اللي مخلوق على صورة الله وعشان كده تتعليم أساناسيوس عشان كده أنت الوحيد اللي لازم بينك وبين ربنا يبقى فيه علاقة لأنك تخلقت على صورته فلازم يتواصل معك لأنه بيحترمك كمخلوق مميز بيتعامل معك كابن من البداية طب دي الحقيقة خلي بالكواب إحنا في الأدسات عشان كده عندنا قاعدة هيلة شعبنا الطيب مش كله بيقرأ وكتير للأسف مش مذاكر الإنجيل كنيسة عملت إيه؟ حولت الإنجيل إلى ما نسميه لتورجية اللتورجية يعني إيه؟ اللتورجية هي الصلاة الشعبية المعتادة المكررة ليه؟ هتأي فلاح من الصعيد أول ما بينا يبتدي إشليل يبتدي الفلاح يقول يا الله العظيم يبقى الطالب بنا مش مهم يا الله العظيم الأبدي الذي حفظيه بالنص ما بيعرفش يقرأ بس هو اللي تورجية صمامها مش كده؟ بس ده كان تربية صح دي اللي بتطلع شهده لأنه بص النص بيقول إيه؟ من غير ما نشرح حقيدة ولا نتخانق مع وكلام زي كده الله يبقى فيه الله جبل الإنسان يبقى فيه خلق على غير فساد يبقى الإنسان من الأول ما كانش المنظر كده لا كان فيه خطيئة ولا موت ولا بتاع الدنيا كانت حلوة قوي في الأول الغير غوري مثلا أيها الكائن الذي كان من أجل الصلاحي وحده مما لم يكن كونت الإنسان خلي بالكم معنى إيه؟ existence out of non-existence يعني إيه؟ فكرة الخلق there is no evolution هنا كان فيه لحظة فيه عدم وربنا قال كون فكان ودائما ومش هيتغير مهما لو موتونا كلين ما ينفعش لأنه لو تنزلنا عندي تنزلنا عن المسيح على طول في الآخر الشيطان بقى الكداب مش هيقف يتفرق يطلع بقى إيه؟ قصص من أشهرها حاليا الـ evolution أغلب الناس مش عارفة الـ evolution theory نظرية أغلب الناس بتقول إنه fact هي fact دي كلمة كبيرة قوي في العلم عشان يبقى فيه fact يعني لازم تعملها في المعمل قصادك وتتكرر في معامل الدنيا to be proved هو أنت حضرت الخلق حضرت الـ evolution من كذا مليون سنة عشان تقول fact that's a theory أي عالم محترم عارف كويس إن التطور ما هو إلا نظرية لكن أخلي بالكو بقى الدعاية والإعلام يعملوا إيه؟ لا دي fact fact يعني إيه؟ يبقى الإنجيل ويع يبقى الإنجيل هو لنظرية خلاص فهمتوا الفكرة أو الأجذوبة التانية مفيش إله خالص أو ده related يعني أو إنه مفيش مانع لو فيه ربنا وخلق بس الإنسان مش مميز الإنسان إرد متطور شوي ودائما نفتكر أول ما أقول الجملة دي كنت قاعد جنب أمبر ويس في كندا من عشر سنين هو يجاوب على الأسئلة وأنا أقول كلمة فجاله سؤال واحد بيقول له يا سيدنا اللي قاعد جنبي في الفصل بيقول إنه الإنسان أصله إرد فسيدنا قال له حبيبي صاحبك مبسوط إنه جده إرد أنت متضايق ليه؟ أنت باباك ربنا هو بابا إرد على فكرة على قد سزاجة الإجابة على قد ما هي رجعوها هو إيه الجمال في اللي بيقولوه يعني فكر في العرض اللي بيعرضه العالم على البشر ليه الناس مبهورة بيه ومشي وراه ليه الناس مصرة تختار إن الأب يبقى إرد مصرين إحنا بنعرض عليهم على فكرة طلع أبوك ربنا ده أفر محترم بس خلي بلكم هو مصر يطلع من نسل حيواني هي القضية ببساطة لأنه ده بيديه فرصة يعيش من غير قواعد ولا تقولي حياة أبدية ولا تقولي ضمير ولا تقولي قصة خلاص ولا تقولي خلاص بقى تدوشنيش بقى هنأكل ونشرب ونعيش براحتنا حيوانات بقى فهي دي فلسافة أغلب البشر لكن لو شفتوا الشراهة أو الاستماتة اللي بيدفعوا بيها عن امتداد الإنسان للحيوانات استغرب تاني الكنيسة مش ضد العلم خالص ولا الإبوليوشن ده قضية علمية مش قضية كتابية ولا مسحية لكن الكنيسة لن تتنازل عن ثوابت الله موجود الله خالق الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله المحطة التانية المحطة يعني ايه تسلسل الأفكار في تقديم الخلاص لأنه احنا لسه ما دخلناش على الخلاص ما عشان تقول خلاص يبقى في مشكلة حطي ايدي عن المشكلة بعدين نفكر في الخلاص أو في الحال محطة تانية نسمع محطة السقوط زي محطات متر والأنفاكة وبرضو كل الليتورجيات بتركز جيء وكل كتب القدسين الأوائل كانت لازم تعرض في التسلسل ده عشان تعرض الخلاص بتقدم الرحلة فانت بتقول هي ايه الحكاية اللي احنا فيه ده ده مش الخلق اللي احنا فيه ده السقوط احنا عايشين في الفيس دي اللي هي ايه الصورة اللي ربنا خلقها تشوهت تلوست بسببنا احنا والشطان يبقى ربنا ما كانش قصد نبقى في أمراض ولا أحزان ولا سيرة الموت ما كانش ده خالص في البلان البلان كانت جميلة كان الإنسان يعيش مع ربنا للأبد مرتاح فرحان مفيش حاجة اسمع حزن ولا مرض ولا خطيئة ولا موت الموت الذي دخله دخله بقى ايه دخيل فهمت الفكرة تلوست الموت يبقى المدخل كمان في دل الخطيئة يبقى اللي احنا في ده حالة سقوط كل البشر بقى وده بالزبط اللي قاله روميا عشان كده شرحت لكم روميا مبارح لان روميا مشغولة قوي بالتسلسل اللي احنا بنقوله ده اكتزى الموت الى جميع الناس از اخطأ الجميع هنا وصلنا الى حالة من كل الناس ميتين كل الناس خطاء كل الناس بتزعل كل الناس خايفة كل الناس infected or the image is distorted دي التعبيرات بقى الابائية يعني الصورة مشوهة ليه انت لسه فيك شبه خفيف من ربنا لسه بتحب الخير تحب الحق تحب الجمال بس الصورة لأ مشوهة لانه كئيب ليه مريض ليه عدواني ليه في وقت عصبي ليه خايف ليه كل ده distortion يعني تشوه لكن هي في الاصل انت لسه جواك الطبيعة طيب في الاداس نقول الموت اللي دخل مثلا بحسد ابليس او في الغريغور نقول عندما سقط بغواية العدو ومخالفة وسيطك خلي بالكم الاداس بيحملنا كبشر مسئولية الخطيئة ومعانا الشيطان الخطيئة او الفساد اخراج مشترك بين الانسان والشيطان والله الله سمح احتراما اللي اردت الانسان لكن ربنا مش سبب الخطيئة طب الشيطان يقول ايه كذب ما فيش حاجة اسمها خطيئة ما فيش حاجة اسمها corruption ده كل ده شغل الكنيس شغل الاديان بيعتبروا الاديان هي اللي اخترعت المسميات دي عشان تتعب ضمائر الناس وتسيطر عليه ده هذا ما يدعيه الملحدون احنا اللي ايه مسيطرين عليكم عشان نوجع ضميركم ونتمسق يعني ايه تمشو ورانا لكن ما فيش حاجة اسمها خطيئة طبعا هم مش واخدين بالهم ان الناس بتنتحر من الجلد وهو ما عندهاش دين يبقى الدين مش هو اللي خلق الاحساس الزام احساس الزام بطبيعي لان في حاجة اسمها خطيئة فعلا اول كذبة بتقول الانسان مصير يعني ربنا هو السبب في اللي نفي هو السبب في مقاسي البشرية هو السبب في الموت انا غلبان انا خلقني لقيت نفسي ضحية ضحية تقص وطلع ده الشيطان يحب يطلع ربنا المفتري اللي بيتلزز بموت البشر وتعذيب البشر الكذبة الاخرى ان ادم ده على فكرة اسطورة ده خيال ده حكايات بتاعت العيال فيش حاجة اسمها ادم ما هو طبيعي بما اننا اصلنا مش ادميين يبقى ادم ده قصة متحكم بيها علينا ستبقى كل القصص اللي في الكتاب ادم ونوح ويونان وكل ده بقى ايه اساطير محطة الثالث تاني احنا بنحكي حكاية ممكن نحكيها الاول حضانة لغاية فيلسوف قاعد معانا بيتكلم هي نفس القصة مالهاش حل دي قصتنا كلنا that's the story of man كل البشر ينطبق عليهم نفس القصة حضرتك اصلك ادم ودخل عليك مرض مشكلة خطيئة موت عاوزة حل قبل ما ادخل في الحل المشكلة دلوقت اسمها ايه لما ممكن واحد تيجي تكلم المسيط يقول لك I do not need God I do not need Christ I do not need salvation ممكن تسأله سؤال بسيط Do you really not بمعنى انت فعلا مش محتاج طب انا عندي سؤال عاوز تعيش ولا عاوز تموت تحب تعيا ولا ما تحبس تحب تعيش فرحان ولا حزين لا you have a problem زي المريض اللي بينكر انه مريض الناس كلها مش عاوزة تموت طبعا ما هي الموت دخيل يبقى الخلاص من الموت الخلاص من المرض الخلاص من النكد العيشة دي غلط مش هي دي اللي كان قصدها ربنا اذا كلنا عاوزين نخلص من ده بس ما نموتش للأبد عاوزين نخلص بمعنى ندخل على حياة حقيقية بقى نعيش على طول ما حدش فينا يموت نحب بعض بجد عايشين في طهارة سوعد على طول مش حاجة اسمها خطية ولا حوزن ولا مرض ولا موت يا رأيكم مش هده اللي كلنا نفسنا فيه في بني آدم وعلى الأرض ما نفسوش في ده أفريقيا آسيا أمريكا مثقف أو غير مثقف إذن القضية وحدك والمشكلة عندك كل وما حدش يقدر يقول ما عنديش المشكلة ما عندكش المشكلة إزاي ما انتهت موت وانت نفسك بتاعي إذن قصة عالمية فالخلاص ليس يهودي ولا فئوي خلاص دي قضية البشري في محطة الثالثة دي بيهنسميها محطة محطة الانتظار أو محطة الأنبياء اللي هي محطة العهد القديم هو من عند آدم والسقوط لغاية المسيح المخلص في فيز طويل كذا ألف سن الفيز عبارة عن إيه جي ناس كتيرة تتكلم عن الصح والغلط جي ناموس موسى جي أنبياء محترمين جي ناس بتورينا المأساة بس حد فيهم عارف يحل المشكلة نو هما كلهم جيين يعملوا إيه يعملوا كده بيشاوروا على المخلص فربنا سمح أن يجي عدد مش قليل من الأنبياء لكن طلعوا الأنبياء ودي حتى مساحية مهمة الأنبياء عندنا في المساحية غير معصومين من الخطأ بيموتوا بيبكوا بيمردوا بيغلطوا ليه تحت الآلام مثلنا عشان كده ده ينيد صال زينا زيهم عشان تبعني الحكاية فكب من رغم أن ده القدسين كبار وليهم ده اللي عند ربنا استيل هم مباشر فتلاحظوا لم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبياءك القدسين أو في الأداسة الغريغوري أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض لكن حصل ما خفيت الدوا ده ما خففني النموس ما خففني ولا الأنبياء خففوني هم وضحوا لي المهارات هم ده دياجنوز الكيس أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوازهم مجدى الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا نقول الكتبة الكتبة اللي فاتت موكة ده ما بيسيبش محطة في حالها فلازم يقول ما فيش حاجة اسمها أنبياء ولا واحدة كل دواهم كتاب المقدس مجموعة أوهام وإذا وجد تاريخ زي كده بربنا قاسي ومفتري ومتعصب لشعب وكل التهم بقى الكتابية المشهورة اللي عاوزين يشواهوا بيها في محطة الانتظار محطة الرابعة والعظمة بقى الكلمة صار جسدا وحل بيننا الله ظهر في الجسد قد أتى الآتي الآتي دي من ألقاب المسيين أنت الآتي أبننتظر آخر لا لا مش أنا يوحنى العظيم ده بيقول مش أنا الآتي دي كبير علي قوي عشان كده الناس هتفت وقالت مبارك الآتي هو ده اللي احنا مستنينه كل البشر من آدم لآخر الظهور مستنين الآتي أتى مسيح جاء مسيح ده ربنا يبقى جايب معه الحياة الأبدي جايب معه الحل لأن ده ما بيموت ما بيغلط ما بيمرط ما بيضعف ده ما تغلب she was not infected the only one فلما تجسد خط طبيعتنا نضافها فهمتوا الفكرة بساطة عشان كده السنسس يقول هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي لنا عمل ايه exchange لطيفة هاتوا أكساتكم دي هتحد بيها ونضافها ونديكم الحياة الأبدية لأنها جوايا مش براي هتديكم روحي سيما هاخد منك طبيعتكم البشرية لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة دي واحدة مننا مئات الآيات اللي بتتكلم على التجسد ليفتدي الذين تحت النموس لننال التباني في القداس نقول هدمت الموت بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا مخلص نسم والغريغورين قول أنت بغير تحول تجسدت وتأنست يعني without change يعني ايه يعني مش تحولت من إله إلى إنسان لا الله ظل إلها المسيح لسه ربنا لكن أضاف على طبيعته طبيعة بشري فالمسيح في منظورنا المسيحي هو إله متجسد هو إنسان 100% بس ما تلغاش لهوت واضحة لأن كلمة change معناها ايه تحول اللهوت إلى نسوت لا دي غلطة فضيعة فيش حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها ربنا يتحول إلى لا 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 يتحول وإلا ما يبقاش ربنا الله غير قابل للتحول ما سيء لكنه كعمل يضيف لنفسه طبيعتنا البشري الكذبة أشهر كذبة في رأي في تاريخ البشري المسيح مش ربنا يعني فيه كذبة تقول المسيح ده شخص وهمي بس الكذبة الأشهر واللي مصدقينها على الأقل مليار ونص في العالم إن المسيح شخص حقيقي بس مش ربنا وهو ده شغلة الشيطان الكذبة التانية المسيح ما كانش إنسان خالص دي بقى فيه فئة كده الأطخيين يقولوا كده وكانوا فاكرين نحن اللقبات أطخيين إن نحن لغينا إنسانية المسيح لا لا المسيح بنظرنا إنسان 100% طبعا لكن لم يلغى لهوته عبدا لم يزل إلها بنقولها في التسبيحة كده عشان كده نلح في النص في الليتورجية نقول إيه نسجد لك أيها المسيح ليه بنقولها كتير دي عشان نأكد إن مسيحنا لنعامله كإنسان فقط والناس يقول لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح والقدس أو كذبة بتقول المسيح ساعات إنسان وساعات إله دي النصطرة لو تسمعون النصطرة السطور اللي سطروا أسم المسيح فقالوا ساعاتي بقى ربنا ساعاتي بقى إنسان بقى وزوا الدنيا بقى لا المسيح على طول من بداية تجسده هو إله متجسد ويظل للأبد إله متجسد ما خلعش جسده طيب هو جي ليه بقى هو جاي بالحل معاه طيب الحل يكمل إزاي بالفداء محطة خمسة خلي بالكم تصوروا إن إحنا هنا في سجن ماشي؟ إحنا مسجنين ومقفول علينا بقى واحد عليه حكمة بستة شهر واحد عليه بخمسة وعشرين سنة بس في الآخر كلنا ما سجني؟ ماشي المفتاح بيتفتح من بر يبقى لازم اللي يخلصنا يدخل من بر فهمتوا الفكرة؟ فبساطة المسيح دخل من بر أوكي؟ ودفع التمن قبل ما يطغل وبعدين قال حاجة واحد اللي عاوز يطلع يمشي وراي في ناس هتصدق وتقول يا سلام أخيرا وتلزأ وفي ناس هتقول إيه هو كلامت؟ تخليك قاعد فهمتوا الفكرة؟ فالمسيح دخل علامنا وقعد بالخلص وقال ألزأوا فيا تطلعوا وراي يمشوا وراي تطلعوا من السكن بس في ناس كتيرة قعدة مطرحة تعدد على روحها وتقول ما فيش فايدة أوكي؟ يبقى هي قضية إيمان في الأول وفي الآخر بس قابل دي بقى محطة الفداء الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا give himself to redeem us سلم ذاته فداءا عننا أو أتيت إلى الزبح مثل حمل حتى إلى الصليب يبقى فيه واضح في كل الليتورجية لازم ننقل من التجسد على الفداء لأن المسيح جي من أجل هذه الساعة قد أتيت إحنا ما نقدرش ننكر إنه جاي صحيح يشفينا ويعلمنا لكن هو الماجر جول عنده يموت من أجلنا عشان يفدينا ويدينا حياة أبدا الكذبة إيه؟ تاني أشهر كذبة في رأيه كلكم سمعين بها طبعا المسيح ما مات دي أشهر تاني كذبة في التاريخ لازم لأن دي تهد مملكة الشيطان خالص تضيع زباينه كله فلازم يا أما تقول المسيح مش ربنا يا أما المسيح ما مات ولو قلت أن مات يبقى ما أمش شوف لك حل فالأكاذيب كتيرة هو عنده كروت كتير قوي بس كلها دي اختار حاجة ما ما تمشيش وراء الحقيقة الكاملة بطحة الكذبة دي ممكن تحط حل بديل وتقول إيه؟ ودي بقى اللي ماشي اليومين دول إنه ما لكل واحد بقى أخلاقه بقى خلاص وكأن القصة دي لا تعنيك في ناس أخلاق دي اللي حكينا فيها مبارح لو فاكرين إن في ناس كويسة طب الكويسين دول يدخلوا السماء ده اقتراح حضرتك فميز زي بس ده مش اللي هيحصل that's not the truth مش ده اللي قاله المسيح ده القضي بيقول غير كده حضرتك مسجون بتقول أنا معايا واحد في السجن فل مفروض يطلع من السجن أخو ربنا معاك خليك انت وهو جوه عادي ده رأيك بس الحقيقة الموضوع مش هيمشي بالأخلاق لأن انت مسجون وهو مسجون ولازم نتدفع الدين عشان تطلع محطة ست الكنيزة بصوا بقى الكنيزة أصبحت إيه أصبحت الكيان اللي هيجمع المسيحيين المفديين الكيان اللي عمله المسيح وقال بشكل واضح على هذه الصخرة الإعلان اللي قاله بطرس أصلي بطرس قال إعلان مهم بقوا قال أنت المسيح ابن الله والمسيح في لغة اليهود المسية معناها المخلص فهي ضمنيا بتقول أنت اللي هتخلصنا أنت المسيح ابن الله الحي قال له بس هي دي على هذا الإيمان أبني كنيستي ساعتها الجحيم اللي عمالي لم البشر كل الناس بتروح الجحيم مش هيقدر على حد واضحة الفكرة إذن في محطة اسمها الكنيسة ودي قضية خطيرة جدا أنه لا خلاص خارج الكنيسة ليه لأنك حين تنتمي للمسيح بتنتمي إلى جسده اللي هو الكنيسة إنما تعرفه من بعيد كده يبقى أنت لسه زي واحد تتفرج على المسيح وإلك شخصية لطيفة جدا أوكي بس أنت ما عملش حق امسك في جلابيته عسن يطلعك إلزأ يبقى هنا في دور للكنيسة ما نقدرش نخفاله أبدا عشان كده تلاحظه في كل صلواتنا لازم نذكر أذكر يا رب سلام كنيستك الوحدة حتى لو عمليا دوقتي مش وحدة بس هي أصلا هي جسد واحد للمسيح إيمان واحد وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية الكذبة إيه كذبة كبيرة أو يمشي ممكن تعرف المسيح من غير كنيسة هو إيه لزوم الكنيسة هي إيه لزومها ما تعرف المسيح من بره بره حيا مش ده اللي قاله المسيح ولا ده اللي اختاره ولا ده اللي قاله سفر الأعمال ولا ده قالته الرسائل ولا ده اللي قاله تاريخ كنيسة 2000 سنة ما كانش فيه مسيحية بدون كنيسة أبدا إلا اليومين دول طلعت شيرش لس كريستيانتي مشروع جديد كده براق شيطاني لأنه ضد المسيح برضه كنيسة بلا أسرار هي كنيسة مبنية على فكرة الرسولية مبنيين على أساس الرسل ده تعبير كتابي مبنيين على أساس الرسل يبقى هي رسولية في أبشر ويسوع المسيح نفسه حجر الزو طب الرسل دول بيعملوا بيعملوا الأسرار دي هشرحها داي كنيسة متعددة بمعنى إيه؟ ممكن تتكلم هندي يوناني أسيوبي مصري مفيش مشاكل ممكن تقول أغنية باللحن الأفريقي ماشي ممكن يبقى طقس الصيام عندنا غير عند الأحباش مفيش مشكلة بس الإيمان واحد تعبير عنه الطقس المعبر عنه لا كل ده مفيش مشكلة في التعددية يوم الخمسين بيقول كده مفيش مشكلة أبدا في يتعدد التقوس والعبادات لله الواحد مثلث الأقانيم بالإيمان اللي استلمناه من المسيح عبر الرسل فالإيمان الواحد يجعل الكنيسة واحدة ليس التقس الواحد أنا صليت مع الهنود ما فهمتش ولا كلمة بس كنت بصلي من قلبي ومستمتع وتناولت وصليت مع الأحباش ولا كلمة بس كنت مستمتع ليه؟ لأنهم إيمانهم واحد زينا وبيصلوا من قلبهم بحبوا ربنا يسوع بتاعنا مفيش مشكلة لا لازم يعملوني حباشي ولا لازم أعملهم إبطي خالص مش دي القضية لكن لازم نعمل بعض كلنا قدسين حسب غرض المسيح نفسه المحطة طبعا فيك أناس متنازلة يعني عن الحق بتتنازل عن الحق يعني تلغي جزء مثلا الكناس اللي اعترفت بالهوموسكشواليتي كأنه عادي هي قصرة كلام المسيح تعليم الكتاب فأصبحتش كنيسة لأنها تنازلت عن اللي قالوا المسيح وسلموا للكنيسة خرجت بره الوحداني أي كنيسة خرجت شطحت لأن الباستور بتاعها شايف الندارة يجي اللطيفية يعجب الزباين براحتك بس أنت طلعت بره الكنيسة لم يكونوا مننا لو كانوا مننا لبقوا معنا ولكن اللي يظهر أنهم ليسوا مننا يبقى كل اللي بيطلع ده بيطلع بشطحات دي الهرطقات اللي عبر الأجيال كلها كنيس بتتنازل آخر محطة في السلسلة دي هي الرحلة دي بتوصل لإيه في الآخر القطر ده بيوصل على السم لا يكمل الخلاص إلا لما ندخل الحياة الأبدية عشان كده احنا دايما ككنيسة أرثدوكسية بنحط الخلاص في الثلاث أفعال زمنيا فعل الماضي نقصد بيه صليب المسيح تجسدو أتى وخلصنا خلصنا ده فعل ماضي فعافين عربي ولا ملكوش عربي ومخلصنا مخلصنا دي ذكرها بولس ويخلصنا باليه ده فعل مضارع ونخلص به ويخلصنا مجوزكورة في الأسأل طبعا فيه آيات كثيرة بس مش وقته في المستقبل ليه؟ الخلاص يكمل بدخلنا السماء لأن انت لما تقول لي أنا خلصت تقول لك والغلب اللي انت فيه ده طب خلصت إزاي وانت لسه هتموت تقول لي ما أنا مش خايف من الموت تقول لك أوكي يبقى جزئيا انت تتمتع بالخلاص لكن لن يكمل الخلاص إلا والمسيح عينك في عينه وانت قاعد جنبه في السماء كده تخلص القصة صح لأن ده البلان من الأوريجينل بقى كان عاوزك حواليه في السماء للأبد واضحة إذن الحياة الأبدية هي آخر محطة في السلسلة احنا وارثة وارثون مع المسيح ان كنا نتألم مع ونتمجد عشان كده كنيستنا تغني الحتة بتاعت وانا ننتظر قيامة الأم القداس يقول أظهرت ليه إعلان مجيئك احنا مستنيناك تيجي انت وعدتنا وتعطي كل واحد حسب أعماله الكذبة ايه مفيش حاجة اسمها افتر لايف والكذبة دي نص العالم مصدقها يبليل انه أغلب العالم بيقول مفيش حاجة تاني بعد الموت يلي طب انت عايشين ليه على فكرة فعلا اللي ما عندهمش حياة أبدية اللي انت حار بجد نصيحة كويسة جد لانه هي الأساس الحياة مش لذيذة اوي يعني فطلع الرواقيين زمان اوي قالوا فلسفة فلنأكل ونشرب لاننا غدا نموت يعني هي ايه بقى ما فيهاش غير شوية اكل وشرب يلا نقضيها اكل وشرب بس لو فيه افتر لايف لا نشتغل لحساب الأبدية لكن لو ما فيش حياة أبدية يبقى فعلا what a silly story يعني نعيش في الغلب ده كله 80% من العالم متعذب وفقير وبعدين في الآخر تخلص ماتوا بأطراب ده حتى لو اتفرجت عليك فيلم ايجي لك كتاب الفيلم مالوش معنى خالص لك ما يكون في حياة أبدية ايوه بتيني نهاية سعيدة يا اخي حتى هندي كده يعني تفرحني شوية او فيه طرق أخرى للحياة الأبدية طرق بقى يعني غير المسيح طبعا دي كذبة كبيرة او او ان الحياة الأبدية ايه رأيك بدل ما بتاكلش هنا نوعيدك بحياة أبدية فيها اكل تمام وكل واحد وجوعه بقى طبعا احنا الحمد لله شبعانين مش ده اللي فارع معنا يجي السؤال الخطير انا بختم خلاص طب انا انا دوري ايه وانا بعمل ايه في القصة دي لا ليك دور على الفكر ليك دور لانك يجب ان تخلص دايما بتغلط بقراتك انت تخلص بقراتك لان الله لا يفرد علينا ولا الخلاص ولا الفداء يفرد علينا هكذا حب الله العالم كله حتى بزى الابن الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن يبقى هنا في دور بشري الدور البشري يبدأ بالكلمة الخطيرة مفتاح كل الكلام الحلو بدون ايمان بدون ايمان لو ما صدقش في المسيح يبقى مفيش فائدة عشان كده المرء الستاشر ستاشر تقول من امن واعتمد خلاص من لم يؤمن يدان في يحنى بيقول من لا يؤمن بالابن يمكس عليه غضب الله من يؤمن بالابن له الحياة من لا يؤمن بيه ليست له الحياة مفيش حق اصلي خلي بالكم النهاردة في ناس عمالة ايه تتنازل وتقول ما يمكن برضو ربنا اصله يعني ويفوت شوية ومش لازم لا مفيش فصال في الحاجات دي ليه السماء دي بتاعته طب اللي ما يعرفوش هيدخل هناك يعمل ايه هو ما يعرفوش اساسا اتعرض عليه ورفضو يزان الايمان بداية القسم عشان كده تلاحظوا ان احنا في الليتورجية الناس كلها الشعب كله بيعرف فصال لي كلمة واحدة امين اكتر كلمة الشعب بيقولها امين 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 يعني اوضل نقول امين ليه ابونا يقول واحنا نقول امين يعني شغال احنا موافقين احنا ده ايماننا حقا نقم تاني الكذبة هنا ايه طبعا كلكم عارفين انه ممكن يبقى معروض اوفرس تانية يعني السكة دي ممكن توصل لا حبيب مش هتوصل عارفين احنا اصلنا لحب التخاريم في مصر كلنا وانا عمري ما خرمت الا وتهت فتلاقي ايه السكة كده مستقيمة طريق المستقيم ارثو دوكسي السكة للسمة كده يعني بيقولك طب ليه ما نختصرش طب اختصر ويطلع في حتة تانية ما فيش حاجة اسمها اخلاقك توصلك لا الاخلاق هتتعدل لانك هتبقى مسيح لكن لو عملنا كل البر عبد بطال من غير المسيح ما تدخلش السم طب النموس اليهودي السبت الختان لا 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 ده كل ده ما يوصلش السم خلاص بالمسيح المخلص انت محسوب تابعه ولا مش تابعه ودي القضية ملايكا ما بيفهموش لمؤخزيها هم حافظين مش فهمين تابعوا وحتوط عليك الختم بتاعه متسمي علي بتنادي على اسمه ما تعرفوش خلاص ما عرفكش على طول الكثبة التانية ان كل الايمانيات صح لا 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 وتمنت لا ودي بقى حتة حساسة ومعليش استحملوني في الصراح لان المسيح اعلن ايمان متكامل الايمان مش كلمة واحدة الايمان باكتج على بعضه فالمسيح سلم الايمان ده للكنيسة وعاشت به طب لو واحد شال حتة من الايمان مش عجباه لا انت كده كسرت الايمان الايمان واحدة ماينفعش تجزقها فاي كنيسة هتلعب في الايمان في قانون الايمان في المسلمات اللي سلمها التسليم الابائي وتسليم ده موجود في بولس وفي يهوزة وفي كذرسالة الايمان المسلم للقدسين يبقى انت بتلعب في الجوهرة الوديعة بتاعت الكنيسة تاني محطة في الدور الانساني التوبة ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون في بعض الناس بتفترض انه ممكن يبقى في واحد يؤمن ويكمل في الخطيئة لا استنى هتسميها ايمان ومش حقيقي ماشي هنسميها نقول لا التوبة ضرورية كليستنا بتحب تقول لا التوبة شرط للخلص وعندنا مئات الايات اللي تؤكد كده لانه من غير توبة مستمرة لانه احنا كلنا بتعليم الانجيل والكنيسة والخبرة بنغلط ولسه بنغلط وما ينفعش نغالط تعليم الكنيسة بيقول بنغلط الانجيل بيقول احنا لسه بنغلط خبرتنا مع نفسنا بنقول بنغلط يبقى التوبة ما بتقافش التوبة دي رحلة العمر وتعبير المسيح المكرر ان لم تتوبوا تهلكون دي تقالت لكل الناس مؤمنين ولسه اللي بيبتدوا الايمان عشان كده الكلمة التانية اللي لازقه في خدمتنا ورعايتنا وليتورجياتنا كرياليسون احنا بتوع يا رب ورحم ونحبها ونقولها من قلبنا لاننا بنطلب رحمة الله الذي خلصنا بالفداء لكننا نحتاج للغفران والرحمة لاننا نخطئ فنأتي اليه دايما طالبين الغفران الكسبة ايه ما عادش في خطيئة لا 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 لسه في خطيئة ما تتحكش عليك على نفسك ولا حد يتحك عليك لا في خطيئة انت لسه بتغلط ولو رأيت الانجيل كويس والموعز على الجبل كويس ما تقولش انك عامل كل الموجود لا ما تتحكش على نفسك من فضلك لان القديس يحنى بيقول لان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا او ان الانسان عمره ما يتغير كسبة تاني لا الانسان بيتغير طبعا بدوني لا تقدرون ان تفعله شيء واستطيع كل شيء لا هتتغير طبعا التوبة بتغير الانسان وتخليه شبه المسيح او الشك في الغفرة هي تشالت بجد طبعا اما ربنا بيجذب بدل بيقول مغفورة لك خطيئة كيف بيشيل طبعا التوبة جوة كنيسة معناها سر الاعتراف ضمنين المحطة الثالثة انا بفترض انسان لسه بيتغير اتعرض عليه الخلاص اتعرض عليه المسيح المخلص قصة البشرية والازمة والخلاص بيقدموا المسيح امنت طب يلا تعمل ايه لما الخصي الحبشي اعتمد لانه على طول سأل عاوز اتعمد قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يا جوز المعمودية ضرورة للخلاص ضرورة ليست علامة في فرق كبير اعو ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر من الماء كمان يبقى مينفعش انها تبقى مجرد علامة لا علامة دختان زمان لكن في المسيحية المعمودية ضرورة لانك بتتولد من جديد المعمودية عندنا معجزة معمودية عندنا ولادة حقيقية جديدة طبيعة جديدة بتاخدها انت بتتخلق مرة تاني في المسيح انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح دفلنا معه في المعمودية التي فيها اقمنا ايضا معه بايمان عمل الله يبقى هنا المعمودية محطة ضرورية طبعا دا كله دا لو امنت تلاقيه بيجي بسلاسة لان اللي عنده ايمان بيخاف يغلط فيبتدي يعيش حياة توبة بقى له اب اعتراف وبعدين يتجهز للمعمودية اذا كان موعوظ بعد المعمودية بياخد الروح القدس بالميرون عشان كده نقول مثلا في القانون الايمان نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطأ من 325 ميلادي اجمعت كنايس العالم ان المعمودية تعمل ايه تغفر خطأ دا اعلان مسيحي عالمي من سنة 325 ميلادي اتفاق على فهم الانجيل من نقية ان المعمودية تغفر عشان محدش يشكك في قيمة المعمودية او ضروريتها اللي كذبها طبعا التشكيك في الاسرار واهميتها او معمودية بدون كهنوت يطلع اي حد يعمد في اي وقت بأي طريقة محطة الرابعة محطة التناول لم يدافع المسيح باستمات عن قضية في الكتاب مثلما دافع عن الافخارستي في يحنى 6 واللي فهم انجيل ودارس عارف كده كويس ربانا يسوع أصر وألح انه هيدينه جسده ودمه يتاكل ويتشارب اليهود تربسه وقفشه وغلسه وسأله واستفاده والترياءه وسابهه في الاخ وما رضاش يغير كلامه لانه ملهاش بديل ضرورة مفهاش فصال موضوع لمجازي ولا رمزي لا هو معجزي ساكرمنتل يعني فيه حاجة بتحصل انا مش شايف لكن هي حقيقية وإلا ما كانش المسيح يلحل الحاح ده ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا ده وليست لكم حياة فيكم لو كلام كان مجازي ما كانش جه يوم الخميس وقال خذوا كله بيبقى هو العمل وضع لنا هذا السر العظيم او كل مرة تأكلوا من هذا الخبز تشربون وتذكروني الى الان اجيء وبعدين نقول نسجد لجسدك المقدس ودمك الكريم وبني نادي كذا مرة جسد مقدس دم كريم حقيقي تقول امين ويعيدها تاني مقدس وكريم جسد ودم حقيقي وأؤمن ان هذا هو الجسد المحيي عشان كده بولس في كورنسوس 11 لما لقى ناس استهانت بالإفخارستية بهدلهم وقال لهم انتوا ما عندكوش بيوت تاكلوا فيها طب اللي هيكل جسد من الانسان ويشرب دمه بدون استحقاق يبقى مجرم لانه مميزش انه جسده دم حقيقي ويأخذ دينولة لنفسه لانه متعاملش مع تسليم الكنيسة اللي استلمتهم للمسيح واعلنها ان ده ضروري للحياة الابدية بشهوة الكنيسة ايه ان كل العالم يجي يلزق في المسيح بالتناول بس عشان يوصل لديه طبيعي هيؤمن بالمسيح ياخذ المعمودية والميرون يعيش حياة توبك وهو ضل استحقاق انتو النهاردة تناولته ليه مؤمنين تائبين بترجعوا الربنا دايما ماخدين اللي روحوا القدس متعمدين فجاهزين تاخدوا النعمة وهي نعمة محادش فينا يستاهلها لكن ايه يثبت فيها واثبت في اخر محطة بجد حياتك بقى بجد المرات حياتك يعني ايه انا هافطارد ان ايمانك بيطلع وينزل وانك انت بتتوب كده وكده وانك بتيجي تتناول كما لقوم عادة لا بص بقى في الاخر حياتك على بعض هتقول هو انت ريد السماء ولا لا اذا الاعمال او الحياة او بالذات اعمال المحبة او وصايا العهد الجديد ضرورة للخلاص تزور واحد مخاصم اخوه بيتخانق معاه وقال ايه مؤمن وبيتناول لا ويت امانت مش هتدخل السماء لن تخلص واضحة واحد بيعبد فلوس وعبادة وكل حياته في الفلوس وبيدخل الكنيسة يولع شمع عشان بس ايه ويقولك مؤمن بالمسيح لا ويت امانت برضه ما تكملش الخلاص كده عشان كده يقول ايه يعطي كل واحد حسب عمله حسب عمله ما بتلغيش كل اللي فات ان الايمان هو الاساس والتوبة والتناول والمعمودية تحط بقى مثل العزارة تحط الوزنات ما فعلتموه باحد ده المسيح ربط قال المريض دول دول اللي يدخلوك السماء كنتوا جوعانا كنتوا ما فعلتموه بيه فعلتم تعالوا يا مباركي ابي رسو الملك يبقى العمل ليها دور يبقى خدمتكم ليها دور في خلاصكم مش كده هل ده يقلل من ان التمن هو دم المسيح ملوش علاقة خالص لكن انت بتوري ايمانك الحقيقي بحياتك بخدمتك وإلا يبقى ايمانك ده بطل وتبقى التوبة كمان وقف لانك لو تايب بجد هتحب الناس ولو تايب بجد هتحب السماء مش هتحب الارض وهتبقى وصية المسيح شغلك طول الوقت يبقى بديهي انه في دور للأعمال الكذبة اللي يطلعها الشيطان ايمان فقط كأنه مش مهم الأعمال عيش زي ما انت عاوز لا عيش زي ما انت عاوز زي او الاستمرار في عدم المحبة مع التدين في ناس متدينة ما بتعرفش تحب الناس تمثلية بيخة جدا رياء تيبيكل يستحق الويل لو انت متدين وما بتحبش الناس توبيم الشروح السماء لإلهنا كل مجدو قروا إلهنا كل مجدو قروا إلهنا كل مجدو قروا